من الحالات اللي بيحصل مع ليفربول دوت لا يسمى اللحكتين أول حاجة اللي هو العباسة القراوي تاني حاجة الشخصية العلقة اللي هي عكس شخصية البطل باللي احنا بنشوف دوت فانت لو جيت تشوف كده أول حاجة الشخصية العلقة ليه بسبب هبوط بعض مستوى اللعبة الغير مبرر يعني انت انت لاعب في أول الموسم ممكن أول كم ماتش كده ما تبقاش في الفرما بتاعتك ما تبقاش في الطوب بتاعك لكن بعد خمس ست متوشة كده بترجع زي الفل تبقى ايه مثلا ما بطل بقى لك ثلاث شهور أخدت أربع خمس متوشة كده رجعت طوب لكن ان انت تقعد لحدا ما تخلص النص الاول من الموسم وكل البطلات تروح عليك تخرج من كاس وكاس وأبطال ودورة تفقد المنافس عليها انت بقيلك ايه انت مش عارف وغير كده انت ثلاثة من طوب فور عشان مش تتعرف تلعب بالشامبز ليج السنة اللي جاية فهبوط غير مبرر انت عندك ارنولد بيعمل حاجات عظمة في الدفاع يعني بيعمل كوارث يعني ايه هو في التخطيئ مفيش في الدفاع مفيش بيمسك مفيش انت بتعمل ايه ده كده ربع الدفاع عندك مع السلامة باي مع السلامة ضيع لك متوشة كتير نجي بقى للي جنبه فاندايك نفس القصة بتاعته ويعني فاندايك طيبا بيلعب بتشغيل الدماغ فاندايك بيلعب على مصادة التسلل على ايه اللي هما مش بيقدر يجري ايه انا مش هقدر اجري ومفيش حيل ومفيش نفس ان انا نجري فاخلي بس ايه خطوة قدام كده مع المهاجم والمهاجم يقع في طيب المهاجم لو ايه لو يضحك علي بقى وفرت من مصادة التسلل وانا بقى مش هقدر اجري ولا حصده لو هو عمل عليها حجمة مرتدة ما بقدرش اجري فتشغيل الدماغ ما انا فعنيش ففي التغطية مع السلامة انا كمان فانت عندك جزل ايه بخط الدفاع عندهم نفس المشكلة وهي ان مفيش حد فيهم بيغطي ولا بيمسك فانت عندك نص الدفاع مع السلامة في زمه الله فانت كده بقيت تخش الموتوشة بتاعتك ونص الدفاع عندك مش موجود فتيجي بقى للمبارات النهار د اللي انت خسرتها الثلاثة واحد قدام برينفورد وسوق حظ غريب جدا من ابراهيم اكوناتي ابراهيم اكوناتي لعب كويس جدا ولكن ساعات انت بيبقى فيه ماتش مش ماتشك يعني سوق حظ وسوق مستوى في الماتش ده لابراهيم اكوناتي فانت عندك ابراهيم اكوناتي عمل ماتش وحش فانت عندك ثلاثة اربع الدفاع مش موجود نيجي بقى لتيمي كاسو اللي هو رابع مدافع عندك في الماتش يعني انت ما نزلتش ربوت سن لي نزلت تيمي كاسا انت كده مابعش عندك دفاع الدفاع في زمة الله مفيش عندك دفاع ولعب يا عمل ماتش فانت النهاردة اللي فربول انت بتلعب كل ماتشتك بنص دفاع والماتش دوت انت لعبت من غير الدفاع خالص فصباح الفل دي اول خط عندك تاني خط عندك انا عمر ما اقتنعت بي ومن ساحة يورجون كلوب ميسيك ان دي انا عمر ما اقتنعت بخطة بنص فريق ليفربول سواء بمشتوى تياجو الكنتارة او هندرسون تياجو الكنتارة انا بشوفو كده في نص الملعب انت بتبقى في نص الملعب بس بتعمل ايه انت بتعمل بساطة ملهاش اي دعوة بالكرياتيفتي انت بتاخد باصة ياما بتحطها على اليمين ياما بتحطها على الشمال لما انت حطيت حطة باصة كرياتيفتي ممكن هي واحدة او اتنين طول الماتش اللي هو بيولقى قدام فده بتياجو الكنتارة وكل الليعبه لازم يوم ان الطرق نقطة كده قبل ايه ما يدي الباص انت بتعمل ايه يا عمي انت خط النص بتعمل ايه انا ممكن ان العب مكانك اكسم بالله عادي وهعمل احسن منك ده بقى بالنسبة لتياجو الكنتارة هندرسون انا مش حاضر اللي اعيد في خط النص لكن انت كمشاهد انت بتعمل ايه برضو في خط النص نفس ستايل الكنتارة ما بتعملش اللي هو على حاجة في خط النص اللي ايه اللي تساعد الفريق ان هي تدي مثلا كيباس ولا تفتح اللاعب ولا تساعد مثلا في ادفاع وتبقى دستروير لا مفيش انت اسمك خط نص مش محددين لك بقى انت بتعمله في خط النص تيجي بقى عندنا بك عايب رقم تمانية انت متقدرش تعتمد عليه في الموسم من فكتر من ماتشين ده لو عمل فيهم حاجة يعني انت ماتش عندك في دوري وفي كاس وفي دوري ابطال انت ممكن تعتمد عليه مثلا في قد الماتشوب دي اللي هو ممكن تقفلك خمسين ماتش ولا حاجة في الموسم كله تعتمد عليه في ماتشين ثلاثة طب هو ده دوت ينفع ما ينفعش موجودة في التاريخ ان انت تعتمد على خط نص في ماتشين ثلاثة ثالت خط عندك بقى خط الهجوم يعني النونز هو جاي الفريق بمئة مليون عشان يضيع الكور ما بيعملش اي حاجة غير ان هو في حياته يضيع الكور والله انا اتمنى ان هو يبقى نفس ستايل دونيسيس جونيور تايد مجير رياله وكان بضيع كور كتير اوي في الاخر بقى هدفه بقى الفريق فعلا يعتمد عليه انا نفسي يبقى كده ولكن هو هيبقى كده انا مش متأكد صراحة يعني والله اتمناها لكن انا مش متأكد منها تمام في غياب ماني محدش كان يتخيل ان غياب ماني هيبقى مؤثر بالشكل ده ماني كان بيخلص الدنيا مع صراحة صراح بيلعب في الهجوم لوحده مفيش حد بيساعد معاه بالعكس يعني اللعيب اللي معاه بتضيع الكور ما حدش بيساعده فانت غياب ماني مؤثر بدرجة رهيبة ومش مؤثر بس في الهجوم ده بيانك كمان اخطاء الدفاع لان كان ماني كان ممكن ياخد الكرة يخلص في الجون وخلاص يماتش معك خلص لكن انت عمال يجيل الكورة في اتنين بيديعوا في المباراة انت خسرت النقط وبانت اخطاء الدفاع وبانضع في خط النص فغياب ماني يا جدعان يعني مش مؤثر ده كأداء بقى من ليفربول كاريسي بسبب غياب ماني ومين اللي بيعوضوا مفيش حرفيا في الفرقة دي كلها من 11 لاعب اللي كويسين فيه واللي مشتوهم فعلا محترم وطوب هم الاسون ومحمد صلاح مفيش غير الاتنين دول اللي بيلعبوا حلو وليفربول من غير الاسون السنة دي كان هيبقى بيخسر انت كده كده بتخسر وخرجته من كل البطولات بس انت كنت تخسر بفضايح دوت في اول نقطة وهي العب في الكاريوية نيجي بقى التاني نقطة وهي الشخصية العلقة الشخصية العلقة ديت ده مصطلح كده انت يعني استنتقته من ليفربول بالاداء اللي هو عكس شخصية البطل مثلية ايه مثلية زمان ي lashinizon اللي فات وهي قابلي سيزون اللي قابليه كان ليفربول كده هكسب المتش كميكسب المتش في الدقيقة مثلا مثلا وهو الحكم مات دي تلات دقاعي والوقت بقى ضعيح هكسب المتش في ال دي قى 34 او السيزون 30 الماتش كده كده بتاعي كلام فعلا ثم تمام كم في عملتها في الماتش بالعب سب esper투 بالعب بريقان ثلاث نقطة انت يكسب م mana punch و miaux و اي اكس والستي وتوتن هام ولستر انت بتكسب فرقة حلوة كبيرة جميلة هو يعني انت فرقة كويسة بص بقى انا خسرت من مين وضيعت نقط مع مين مع مان يونايتد وليدز وضيعت نقط هابلة مع فول هام وكريستل بانس وخسرت اخر ماتش من بريندفورت اللي هو كان صعد اصلا من الشامبينشيب واللي بقى له خمسة وتمانين سنة مكسبش حضرتك صباح الفول انت مش عارفين نحدد موقفك يا جدعي انت انت ايه انت حلوة اللي واحش انت انت شخصية علقة خلاص هي تثبتت عليك السنة الشخصية العلقة ففي المجمل كده تشوف بقى ايه الحل في الشخصية العلقة والعبس القروي اللي عمل يحصل في الفرقة ديت فانت عايش شغل كتير وتغيير دم جديد وتجيب فعلا عمود فقري كده تاني موجود في الفرقة يشيل الفرقة ديت يعني لان انت العمود الفقري بمعنى ان انت عندك لعب على الاقل في كل خط فانت لاعب موجود عندك في خط اللجوم وهو محمد صلاح خط النص مفهوش خط الدفاع كان فيه ومع السلامة كان فيه فان دايك وكان فيه ارنولد وكان فيه روبتسون يعني اه كان عندك خط الدفاع دلوقتي ما بقاش فيه لا فان دايك ولا ارنولد يعني انت لازم تجيب صفقة تقيلة في كل خط ده اقل واجب تانية حاجة تفتكر ليفربول متاع الزمانه وتبطل علقية لان انت انت كل حاجة راحت منك انت حتى للتشاب منزليج اللي انت بتلعب عليه انت خلاص يعتبر باي باي من لان انت قابلت سعيد اللعبة الريل مدريد شخصية البطل بجد بقى ما بقى انت شخصية بطل بتقابل شخصية علقة فقابلت التهريج اللي هيحصل في الملعب وشكلك عايب اعمل ازاي فبعد خسرت النهار ده ديت الواحد مش هيقول مباراة للنسيان هيقول ده موسم للنسيان ويا رب يكمل بس على خير كده والفكرة ان انت بتقول الكلام ده وانت لسه حتى مخلطش النص الاول من الموسم بتاعك فانت اللي انت بتلعب عليه ان انت بتلعب كويس عشان تخش السنة الجاية تشامبينز ليج وبس كده والله يعني الواحد بيتمنى السطر على الفرقة دي لعشان ابو صلاح ومبقاش شكلها وحيش في اخر الموسم مكانك في نص الترتيب وما بتعملش اي حاجة في حياتك لا تشامبينز ليج ولا دوري ولا اي زفت في حياتك خالص واخيرا ما ليسا اخيرا كان معكم زيكا ولو انت مش مش مشترك في القناة انزل دلوقتي اشترك في القناة واعمل سبسكرايب وفعل الجرز ولو انت مش عندي على الفيسبوك احطلك اللينك تحت تجيي لي في الفيسبوك وكان معكم زيكا وسلام